أليات نافذة بيع العملة في البنك المركزي تضبط إيقاع تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص التصاعد التدريجي لمبالغ مزاد العملة يقلص اللجوء إلى سوق العملة الموازي ويمنع استخدام موجودات البلاد النقدية لأغراض غير مطابقة إلى وائح الدولة العراقية تجار غير نظامين يقومون بشراء الدولار من السوق الموازي بتكاليف أعلى من السعر الرسمي فهم يفقدون جزء من الأرباح الذي يمكن أن يحصلوا عليها إذا ما اقتنوا الدولار بالسعر الرسمي فتدريجيا هؤلاء يقارنون بين كلفة التهرب من الضرائب والقمارق والفساد الذي يرافق عملية نقل السلع وأدخالها إلى العراق بدون ضوابط مع فرق سعر الصرف حصر التبادلات المالية الكبرى بنافذة واحدة خاضعة لرقابة مشددة كبح عمليات تهريب الدولار وغسيل الأموال العابر للحدود ودخلوا من المنصة الآن تجار متوسطي الحالة كان قبل المهيمنين شبكات كبيرة وهي التي تمتلك الدولار وتوزع البقية هذه الآن إذا استطعنا أن نحد من تصرفات هؤلاء وسلوكيتهم عبر متابعات قانونية وغيرها إجراءات القيادة العراقية لتطبيق أمثل لآليات الرقابة على النظام النقدي عززت بفاعلية من موقع واد الرافدين ماليا في التعاملات الاقتصادية على المستوى الدولي حزم الشرع العراقية الإخبارية بغداد ترجمة نانسي قنقر